الماء حول الجنين باسم السائل الأمنيوسي وتكمل أهميته بأنه يوفر الحماية للجنين ويزوله بالعناصر الغذائية المهمة لتغذيته والتي تصل عن طريق الحبل السوري بالإضافة إلى أنه يحمي جدار الرحم تبدى من الإشارة إلى أن جدار الكيس الأمنيوسي يتكون من نوعين من الأخشية بالإضافة إلى المشيمة في هذه الحلقة سنتعرف على كل ما يتعلق بالسائل الأمنيوسي يتكون الكيس الأمنيوسي بعد أسبوعين من التلقيح ثم يمتلئ بالسائل خلال فترات تصل إلى عدة أسابيع حيث يحتوي على مجموعة عناصر مثل الكابويدرات والبروتينات والدهون والتي تساعد على نمو الجنين بصحة جيدة ويحميه من الحرارة إذ يبتلع الجنين هذا السائل ويخرجه على شكل بول كما يدخل إلى رئتين وهذا يسبب شهقة المولود عند خروجه يستمر السائل والكيس في النمو حسب نمو الجنين إلى أن يتمزق ويتسرب السائل وتنزل المياه أثناء الطلق والولادة ونقص هذا السائل يتسبب في خلل في مرحلة الحمل ويمكن توضيح أعراض نقص الماء حول الجنين في العنصرين التاليين أولا صغر حجم بطن الحامل بصورة غير طبيعية ثانيا عدم نمو الطفل بصورة طبيعية وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى نقص الماء حول الجنين الأمر الذي يلجأ به الطبيب إلى إجراء عملية قيصرية من هذه الأسباب ما يلي تمزق الرحم مما يتسبب في نزول السائل الأمنيوسي ثانيا مرور أكثر من 42 أسبوعا على الحمل ثالثا تعرض المشيمة لبعض المشاكل رابعا تناول بعض أنواع العقاقير الطبية المضادة للالتهابات خامسا معاناة الجنين لبعض المشاكل الوراثية أخيرا تشوه في كليتي الجنين كما يمكن علاج نقص الماء حول الجنين بالطرق الآتية أولا تناول أنواع الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء ثانيا شب كمية من الماء لا تقل عن ثلاثة لترات بشكل يومي ثالثا شب العصائر الطازجة دون إضافة السكر مع تناول الفيتامينات التي ينصح بها الطبيب تجنب المشروبات التي تحتوي على القافين بأنواعها باست الشاي والقهوة خامسا الابتعاد عن التدخين سادسا تجنب العطيمة التي تدر البول أو التي تؤدي إلى الجفاف سادسا تجنب القيام بأي مجهود مثل ممارسة العلاقة الحميمة سابعا تجنب تناول المكملات العشبية التي تسبب جفاف البشرة زيادة الماء من خلال إدخال الحقنة في الوريد وغالما ما يلجأ إليها الطبيب بعد شب كميات من المياه لزيادة حجمها لكن من دون جدوى أخيرا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب ترجمة نانسي قنقر